بسرعة وبدون مقدمات كتيرة أزمة المناخ أو تغيرات المناخ اللي فاكر فينا أنها حاجة بعيدة عنه وما تخصوش وتخص الناس المثقفين دول اللي بيلبسوا بيدل وكرافتات وبيطلعوا في تلفزيون يتكلموا عن أزمات مرفهة الحقيقة أنها جلطة لأن أزمة المناخ تخصنا كلنا تخص حياتنا اليومية وتخص مستقبلنا وتخص شكل الحياة وتخص كمان غذائنا حديثنا النهاردة تحديدا عن الغذاء لأن تغيرات المناخ ممكن تنعكس وبالتأكيد هي تنعكس على سلاسل الغذاء في العالم على كل المحاصيل الزراعية وطريقة إنتاجها وزراعيتها إحنا نهاردة بس هنسأل أسئلتنا اللي تخصينا وتخص الأزمات العالمية في المحاصيل وتأثرها علينا في مصر تحديدا وفي العالم كله بكيف تدار هذه القضية ومعنا أسادزة وأفاضل وده كثيرا بقى يقولوا بالعلم إيه اللي بيحصل وإيه اللي هيحصل إن شاء الله دكتور حامد عبدالدامل أستاذ بمركز المحوط الزراعية منوارنا يا دكتور أهلا بحضرتك وأنا سعيد إن أنا معك دكتورة دينة دايماً بنبقى سعادة أبو لكي رب أنا أحفظك دكتور شاكر أبو المعاصي أستاذ المناخ الزراعي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أستاذ أستاذ المناخ الزراعي أهلا بحضرتك أكبر وممكن نقول أنه فيه خريطة عالمية للزراعة. إحنا ممكن نبقى فاهمينها ونعرف عنها أكثر. المناخ الزراعي وانتهى البساطة خالص هو بنقول عليه المناخ الدقيق اللي هو منفع عشان أشتغل على بيانات الهيئة العامة للرصاد الجوية كمناخ زراعي. اللازم المحطة بتاعتها تكون جنب النبات عشان يكون القياس دقيق الحرارة الرطوبة الإشعاع الشمسي بجوار النبات. لكن الهيئة العامة الأرصاد بتدينا منظور عام للجو. أما لما يكون عند محطات أرصاد جوية زراعية موزعة على مستوى محافظات مصر لذلك التطور في هذا العلم بفضل الله اشتغلنا فيه كتير جدا وطلعنا من خلاله أبحاث كبيرة جدا بتاخد القطاع المصري الزراعي. المناخ الزراعي بيهتم من إننا اختيار صنف اختيار معادة زراعة إزاي أساليب التكيف والتأقلم مع التغير في المناخ اللي هو ضارب القطاع الزراعي في مقتل. إحنا أستاذنا ترحب معنا كل الزراعات بلا استثناء انتجيتها تأثرت وقلت الانتجية. بالإضافة التداعيات الأخرى اللي هي انتشار بعض الأمراض والحشرات اللي موجودة عندنا في المناخ المصري. عندنا حشرة جديدة ضربة الإزراعات في مقتل اللي هي دودة الحجر الحرفية وقبلها حشرة التودة أبسليوتا اللي بتضرب محاصيل كتيرة جدا. دي حاجات طبعا المزارع عارف الآفات الأخرى وعارف يتعامل معاه لكن دي حاجات جديدة جدت بسبب إن المناخ تغير. المناخ تغير دخل علينا أمراض ما كانت كاملة ما كانتش زهرة بدأت تظهر زي الصدر الأصفر في الأمح بدأت يضرب بشدة في السنوات الأخيرة عندي الحشرات الجديدة اللي بنقول عليها اللي هي دودة الحجر الخريفية والتودة أبسليوتا عندي أكتر من كده بالنسبة لأمراض والحشرات كان عندنا موسمية الحشرة دلوقتي ما فيش حاجة موسمية الحشرة الحشرة موجودة طول السنة المناخ تأرجح دلوقتي بنقول عليهم مناخ شاز أو متطرف لأن أنا كان توصيف مناخ حارجف صيفا فين أيامه ده خلاص ده فيه ممتر شتاء فين أيامه برضو نغنيله وما فيش الكلام ده دلوقتي دلوقتي احنا منشوف درجة حرارة منتفعة جدا شديدة في الشتاء في الصيف ودرجة حرارة مخفضة جدا في الشتاء وكمان عندي كان عندي أربع مواسم أو أربع فصول ربيع وشتاء وصيف وخريف خلاص ما عندش عند المواسم دي موجودة احنا عندنا الشتاء السنة اللي اخدنا الشتاء السنة أطول كان طوال جدا ودرجة حرارة مخفضة وده كان برضو من ضمن الإيجابيات شوية في مصر السنة دي انتاجية محصول الأم وفضل الله كان انتاجية عالية جدا وتخطط المعايير اللي نتكلم فيها لكن مش هيحصل كل سنة الكلام ده ممكن تبقى أو ممكن يحصل وده اللي أنا بس ألحضرتك عليه حرارة بتقول لنا معلومة مهمة جدا أنه الزراعة مش بس يعني بنبص بالنظرة العامة اللي هي هيئة الأرصاد أو الأرصاد في العالم بترصودها لكن كمان نرصد البيئة الخاص زي ما ده نهاردة دكتور شاكر بيقول لنا أنه بيأثر سلبا وبيخلي الأسادزة في الكليات الزراعية بيدوروا على حلول جديدة متهيق لي زي ما بالتأكيد هيبقى فيه مش حارفة أسميها إيجابا بقى ولأي بس هيبقى فيه إيجابيات أو حاجات بديلة هتظهر بسبب التغيرات المناخية هو ده يعني زي ما حاجت بتقولي ده اللي بيحصل بالفعل لكن خليني أوضح لحضرتك نقطة أن التغيرات المناخية قد تكون أو تؤثر تأثيرا سلبيا على بعض المحاصيل وممكن يكون لها تأثير إيجابي على محاصيل أخرى زي ما قال دكتور شاكر الأمح الأمح في فصل الشتاء في فصل الشتاء طال شوية درجة الحرارة كان منخفضة وده كان ليه دور في تفريع محصول الأمح وبالتالي زيادة الانتجية تغيرات المناخية ليس معناها ارتفاع في درجة الحرارة فقط ولكن طبعا ارتفاع في درجة الحرارة وخدار وسيول في مناطق فيضانات وبراكين في مناطق أخرى ده بصفة عامة يعني لكن خلينا أوضح لحضرتك محصول الرز يمكن الموضوع الأساسي اللي احنا بنتكلم عليه أنه أطمن حضرتك وطمن السادة المشاهدين أنه محصول الرز في مصر بخير لأن درجة الحرارة حتى الآن لم تصل إلى الحد اللي يخوفنا على محصولنا محصول الرز يحب الحر زي ما بيقول آه ولوية بس عند ارتفاع درجة الحرارة عن 40 درجة مقاوية دي بتأثر على عملية الإخصاب وتلقيح والإخصاب وبالتالي تأثر على المحصول حتى الآن الحمد لله درجة الحرارة لم تصل إلى هذه الدرجة علاوة على أن احنا تقريبا 20 يوم ويمكن يبدأ الحصاد أو بعض الزراعات اللي هي زرعة بدري بدأت فعلا في الحصاد والمحصول مبشر وبكميات كبيرة انتاجية عالية إن شاء الله يمكن تغنينا عن الاستراد لأن احنا تغنينا عن الاستراد اه احنا الرز بذات احنا دكتورة دينا برضو احنا المساحات اللي عندنا مساحات يعني تصل إلى حوالي مليون ونص فدام واحنا عندنا تقريبا اكتفاء ذاتي من الرز يمكن بنستورد بعض الانواع صحح المعلومة يا دكتور وبردو ده سؤالي بقى لدكتور شاكر كمان اللي أنا أعرف أنه في محاولات لتقنين زراعة الرز لأنها يعني يعني لأ لاش لازم أزرع الرز لكن أستورده وده يبقى أوفر يعني بتتحس بزي البحث العلمي مش واقف مكتوف القيدي خاصة في هذه اللقطة حضر لك المركز بحث زراعية طلع أصناف رز بدل ما بتقعد ستة شهور في الأرض لأ مئة وعشرين يوم دلوقتي فالبحث العلمي شغال أنه عندنا أصناف رز جديدة فترة بقاءها في الأرض قليلة جد وبالتالي استهلاك المية هيكون أقل وطريقة الرأي وكمان لأ نحن من بصنا من ناحية مناخية أخرى أن نحن منقول من ضمن المشاكل اللي ما زال على الرز بيعملها اللي بتصاعد من خلاله غاز الميثاني اللي هو مسبب للاحتباس الحلالي وبالتالي لو أنا قللت فترة بقاء الرز في المية الفترة دي يبقى الميثاني هيكون قليل يبقى أنا ضربت عصفرين بحضر قللت الميثان من تصاعد من المزارع والأراضي المغمورة بالمية في الرز وكمان الفترة بتاعة بقاءه داتلي كده نقدر نتوسع في الرز من خلال الأصناف الجديدة اللي احنا نشغالين عليها احنا مش يعني حتة ان احنا نخاف بالنسبة لمحصول الرز اللي زي ما نتور حامد أستاذنا قال احنا مش خايفين خالص على ان احنا بفضل الله عندنا اكتفاء من الرز لكن احنا بنتكلم على مشكلة مية ومشكلة كبيرة خاصة في ظل التغلات المناخية واثرها لان حضر دلوقتي اي نبات مش الرز بس عاوز يعوض احنا بنعرأ زي الانسان بالضبط النبات بيفئ مية من خلال عملية النتح فبالتالي هو عوض مية كل النباتات بصفة عامة لما يكون نتجة حرارة عالية فبالتالي انا عاوز عوض مية على طول وحنا بنكلم على مشكلة مية حستنا في المية محدودة وبالتالي زي ما بدأت في الكلام ان البحث العلمي كل يوم بنحاول نطلع فكرة جديدة ازاي النبات يواجه هذه الاجهادات وعندنا برامج كبيرة جدا ازاي ان احنا نطلع اصناف هجن تواجه الاجهادات البيئية اذا بعد الفصل احنا محتاجين نسأل حضراتكم عن العالم بقى خريطة العالمية للزراع ايه اللي تغير اولويات لما كنا قبل او اثناء الازمة الحرب الروسية الاوكرانية كنا دايما نسأل عن وصير الامح الحمد الله بحسب كلام دكتور حابد وكتير من الاخبار المطمئنة وحصولنا من الامح كفانة ومكفينا لكن كمان العالم كله تأثر وبناء عليه والامح كمان والامح بس ما عندناش كفاء لكن احنا قللنا الفجوة الاسترادية بدرجة معقولة شكرك على التصحيح ده فقصد سؤالنا ده سؤال اللي هنسأله بعد الفاصل طب خريطة الانتاج العالمي للغذاء لانه ما فيش بلد في الدنيا بتزرع كل حاجة وبتكتفي داتين من كل حاجة ايه اللي هيحصل بسبب تغير المناخ بعد الفاصل نكام مكتب 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 لسه بنتكلم عن خريطة الغذاء العالمي وتأثورها بأزمة المناخ يعني ببساطة جدا الامح والرز البطاطس المحاصيل الرئيسية للعالم كله بيعتمد عليها في وجبته الأساسية تقدر تقول كده ان خريطتها ممكن تتغير المعروف مثلا انه الصين والهند وبنجلاداش واحدة او مجموعة البلاد دي مشهورة جدا بزراعة الرز واستخدامه التالت بلاد دول تحديدا مهددين بشكل كبير في ثروت او ثروتهم الزراعية من الرز بسبب تغيرات المناخ وبالتالي سؤالنا المنطقي هيبقى التغيرات المناخية لو حصلت هتبقى لصالح ايه من المحاصيل وكمان تهدد ايه من المحاصيل دكتور حمد حدودك كنت بتكلمنا عن انه يعني مش كل الأخبار سيئة ممكن يبقى بس اوضح لحضرتك في البداية نقطة مهمة جدا بالنسبة لزراعة الأرز بالزيت المساحات المحددة والأماكن كمان اللي بنزرع فيها الرز يعني خد ايبال حضرتك احنا دايما كان معروف ان الرز محصول شارع للميا وعلشان كده من عدة سنوات بنقول نقلل مساحات الرز علشان هذا المحصول بيستهل كميات كبيرة من الميا لكن انا عاوز اوضح لحضرتك نقطة مهمة جدا ان دلوقتي مركز بحوظ الزراعية معهد بحوظ المحاصيل قسم بحوظ الرز انتج اصناف جديدة تتحمل زي ما قال الدكتور شاكر تتحمل العطش ومتحملة يعني للجفاف علاوة على ان مدتها في الارض من 120 ل130 يوم وبالتالي انا بقلل فترات الري فدي مهمة في بعض الاماكن الدكتور دينا لازم ازرع فيها رز لان الرز من ضمن ومميزاته انه بيتحمل الملوحة يعني كل المحافظات المواجهة للبحر المتوسط لازم ازرع فيها رز حال انا ما بزرعش رز في اي محافظة لاني ما قدرش ازرع فيها محاصيل تاني بالزبط يعني مفيد او ان انا ازرع فيها رز اولا هتفيد التربة وتمنع التصحر وفي نفس الوقت هتديني محصول لكن هي دي الاماكن اللي انا بزرع فيها رز انا ما بزرعش رز مثلا في الفيوم او في المنوفية او في الاليوبية ممنوع دي اماكن محددة اللي بيتم فيها زراعة محصول الرز احنا مستمرين في استنباط اصناف جديدة او على فكرة النهج ده مش جديد مش من السنة دي او السنة اللي فاتت ده احنا بقالنا عدة سنوات الحقيقة وزارة الزراعة ماشية في هذا الاتجاه مركز بحوظ زراعية ان جميع الاصناف التي يتم استنباطها مش من الرز فقط من جميع المحاصيل تكون عالية تكون عالية الانتاجية تتحمل الظروف البيئية المعكسة واهمها طبعا درجة الحرارة الاوة لانه دلوقتي فيه تفكير في اعادة النظر في موعد الزراعة ان طبعا التغيرات المناخية بيته جبرنا ان احنا نبص على موعد الزراعة مرة تانية لان حصل طبعا تغير تغير المواسم بالضبط فلازم يتم النظر في موعد زراعة جميع المحاصيل طيب سؤال دكتور شاكر بردو بناءا على كلام دكتور حامد لو افترضنا انه الصيف بقى أطول هو كمان الصيف بقى أطول مش كده يعني الشتاء بقى أطول وصيف بقى أطول ايه الفايدة اللي احنا ممكن نقول طيب نغير في خريطتنا الزراعية وبالتالي نكتفي ذاتيا من بعض المحاصيل لا بعض المحاصيل لا ما نتوقعش انها افضل حالا ان احنا تتزرع في مصر في الفترة القادمة ايه اللي تغير في الخريطة الخريطة انا عجلا او عجلا هتتغير مش بمزاجنا طبعا هتدي لك مثال احنا هعيشون جميع دول النهاردة كان في وسط الصعيد مينيا فيوم بنسويف بنجهز الأراضي عشان نزرع البطاطسة العروة اللي جاية دي دلوقتي انا مقدرش طلع على بطاطسة من التلاج دهجة حارة مرتفعة مقدرش احرط الأرض وازرع فيها بطاطسة هتعفن من دهجة حارة مرتفعة لسه مرتفعة فلازم استنى والمفترض انه كان حضرتك هتزرعها بداية في اول اغسطس او منتصف اغسطس لازم انتظر اخر اغسطس او اوائل سبتمبر فبالتالي ده مثال حي انا كده اتزحزحت ودي مرونة برضو في القرارات انا اتزحزحت انا اتزحزحت ليه لانا لو زرعت في الوقت ده الدولة هتخسر والمزارع هيخسر فبالتالي احنا بنقول عندنا امثلة واضحة كتيرة جدا كان معروف احنا بنشرق بنجهز الامح في شهر اكتوبر لا اتأخرنا في ناس زرعت اامح في شهر 12 وفي بداية يناير والانتاجية كانت عالية ليه؟ لان الحرارة كانت مختلفة الجو اختلف فبالتالي محصول واحد كل العمنات الزراعية تقليم جمع ظهور المحصول نفسه في السوق هيختلف نتيجة التقايف المناخ وده من ضمن الاليات اللي هنحن نتكلم عنها اللي هي الاليات التكايف هو الوقت لازم نتدمرونا لازم احنا ما نقولش هو ده معادة نوارسه وقبض عن جدا لا انا بغير معادي بناءنا على المسجدات المناخية سؤال بقى الفلاح يتقبل ده او ايه المنظومة اللي تضمن مصلحة الفلاح في ده يعني ازاي بتتواصله مع الفلاح الزارع سلاسل برضو الامداد والتوريد يعني احنا ذكرنا قوي الامح لانه كتير ما سمعنا حضراتكم واساتذة كتير كلمونا عن الزراعة والتشوين وصوامع القمح وحاسنا انه موضوع منظم السؤالي بقى دكتور حامد وهارجع لحدك فيه في نفس السؤال يا دكتور هو انه اللي ممكن زي ما دكتور شاكر كده بيقولنا عن التكايف والتأقلم اللي حضرتك تنصح بيه انه الدولة كمان تهتم بمصلحة الفلاح اكثر فبالتالي هو يزرع في مواقعات مختلفة يبقى جوه المنظومه اكتر هو طبعا يعني السؤال ده مهم جدا على فكرة لانه للأسف دكتور دينا احنا ما عندناش دورة زراعية ده معروف يعني الفلاح للأسف بيزرع المحصول اللي هو عاوزه اللي هو متأكد انه هيجيب له ربحية هيكسبه اكتر بزبط لكن احنا ما عندناش دورة زراعية دلوقتي معروف المحاصيل التي يتم زراعيتها في الصيف او في الشتاء والمساحات وتحديد المساحات واماكان ودي الحقيقة كانت مهمة جدا 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 وكانت في صالح الزراع المصري ولما كانت الدورة الزراعية موجودة ما كانش عندنا ازمات كتيرة في بعض يعني المنتجات زي زيوت مثلا لانه كنا بنزرع يمكن في ستنات وسبعينات حوالي يعني اتنين مليون فدان قطن وده كان بيدينا طبعا كمية زيوت عالية من بزور القطن دلوقتي للأسف احنا بنتكلم في مية وتلاتين مية واربعين متين الف فدان لان طبعا كان الزراعة القطن كانت اتضمرت خلال السنوات اللي فاتت لكن بدأنا بس بالرغم من كده برضو ارجوك يا دكتور رجعنا تاني رجع تاني ما هو راجع ما هو راجع ما هو راجع بدأنا ننهض به مرة تانية لكن ما فيش دورة اتمنى ان يكون في دورة زراعية وبعدين السؤال طب في دورة زراعية زي مع السوق الحر لا فيه آليات ممكن تخلينا نرجع تاني للدورة الزراعية طبعا الدولة ما فيش شك انها بتدعمل يعني عندنا اسمدة مدعمة عندنا تقاوي منطقة مدعمة ايضا وموجودة فيه الجمعيات الزراعية وفي الارشاد الزراعي ودي نقطة مهمة جدا عندنا الارشاد الارشاد الزراعي انا لما بدأ عمل فلاح ارشادي المهودة دعم المعلومة دي معلومة يعني فضل لنا ولا دي وعندنا قناة مصر الزراعية طبعا حيك عارفها يعني كل برامج كل برامج برامج ارشادية ومن اجل مصلحة الفلع هو المزارع بيحسبها دلوقتي لان الخسارة بالفلوس كل الاسمدة غالية جدا التقاوي غالية جدا العمال غالية فبالتالي المزارع متلهف ان هو يسمع المعلومة لان هو لا حوله لقوه هو عايز يكسب اخر السنة يجوز بنته وجوز ابنه فبالتالي هو مشي بدماغه فتلسع فبالتالي بدأ يلجأ للبحث العلمي والارشاد ويسمع لان الجو اختلف بالنسبة له الدونة اتغيرت خالص حتى في الانتاج الحيواني بالنسبة له الدونة اختلفت زي اي مجال التسلح بالمعلومة كان زمان رفاهية دلوقتي ما بقاش رفاهية احنا محتاجينه وفكرة الفهلاوة والعادلات حتى على الخبرة اول علم احنا محتاجين كمان دكتورة دينا فترة اطول للفكرة بصراحة اه بصراحة اعترف اعترف وده سؤال يعني ده مطلب مشروع اشكركم شكرا جزيلا انكم حضراتكم ادتونا من وقتكم دكتور حامد عبدالديموس الاستاذ بمركز البحوث الزراعية نورتنا شكرا شكرا اهلا 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 كل الاحترام لاهل العلم والخبرة في حاجات جمع صدقوني احنا انا شخصيا وانا بسمع الدكاترة بيتكلمه دلوقتي بقول بلدنا بليانة خبراته بليانة معلوماته يمكن يمكن نحتاج وننسق اكتر نعرف اكتر كل واحد فينا بيشتغل لمصلحة اللي جنب مش بس نفسه ولو اللي جنبي بيشتغل لمصلحتي انا كمان هستفيد وفي المنظومة الزراعية قد ما فيه تحديات قد ما فيه فرص كتيرة وثقة انها ان شاء الله تتحقق كتير من العلم زي ما الاسد زي النهاردة شاركونا وكتير كمان من الادارة والتخطيط دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة اشوفكم ان شاء الله على كل خير